في نفس المكان الذي رفع منه ما يقترب من مليون طن من المخلفات الصلبة تم إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسندوب في المنصورة بأحدث التكنولوجيات المتطورة على مساحة 18 فداناً لخدمة مدينة المنصورة وما حولها المشروع ده جدوى اقتصادية وجدوى بيئية وجدوى صحية كبيرة جداً الجدوى البيئية والاقتصادية متمثلة في أن الاستفادة من المكونات بتاعة المخلفات التي كانت مهملة وكانت الأسف كمان بتمثل تأثيرات بيئية صلبية واستعادت كل ما هو زو قيمة في المخلفات عن طريق عمليات الفرز المصنع يوفر سماداً عضوياً ووقوداً بديلاً وذلك من خلال مجموعة من المراحل التي تبدأ بدخول العربات المحملة بالمخلفات وصولاً إلى منتج نهائي يستخدم كوقود وله جدوى اقتصادية ويحافظ على البيئة لو ما كانش موجود المصنع ده كان بيحصل تلوز في الشوارع كان بيحصل حرق كان بيحصل شغل غير تقليدي أو غير طبيعي أن انت ممكن تلاقي انبعاثات حرارية بتلاقي كربون بتلاقي حرق أولي كل دوة كان بيأثر على صحة المواطن لما يبقى عندك نموذة جاهدة اللي احنا وقفين فيه بيخدم على المناطق دي كلها فبتلاقي حضرتك أننا كده عملت دعم أولاً للصحة وللبيئة وللمواطن نفسه هو المستفيد الأول والأخير لهذا المصنع يتمثل دوري في مساعدة الأشخاص الذين يعملون على هذه الآلة بأقصى سرعة للحصول على أقصى ساعة وأفضل جودة للمنتج من أجل التسميد ومن أجل الوقود المشتق من البلاستيك وأي مواد قابلة لإعادة تدوير يمكنهم استعادتها وخاصة المواد البلاستيكية وما شابه تقوم حالياً إحدى الشركات المصرية بأعمال إدارة وتشغيل مصنع سندوب لمعالجة وتدوير المخلفات بجانب تشغيل المدفن الصحي للتخلص الآمن من المخلفات ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات مصر ترجمة نانسي قنقر